الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد أبناء العزاء الصف الثامن مرحبا بكم في درس جديد من أحد دروس برنامج البلندر اليوم بإذن الله سنتعرف على وضع التعديل طبعا الدروس السابقة كنا نتعامل مع الكائنات في وضعها أو في أشكالها على Object Mode اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى Edit Mode وهو وضع التعديل وضع التعديل ده شباب بيكون الكائن فيه قابل للتعديل من حيث الأوجه أو الحواف أو النقاط أو كما ذكرت في الكتاب اللي هو الVertex اللي هي النقاط الEdges اللي هي الحواف أو الأضلاع والFace اللي هو وجه يعني عندي كائن أحدد وجه أحدد حفة أحدد نقطة وأستطيع إن أنا أسحب باستخدام السحب والإفلات من زر الفارة علشان أعدل شكل الكائن ونبدأ بعدها نتحكم في أجزاء الكائن ونقسم الوجه باستخدام القاطع اللي هو Ctrl-R وهنتعلم برضو ونضيف عليها الانبثاق E اللي هو إن أنا إزاي أستطيع إني أستنسخ من الكائن شكل أو جزء أستخدمه في بناء التصميم من نفس تصميم الشكل نفسه طيب هنفتح البرنامج ومن قائمة File نختار Open وهنفتح ورقة العمل Lesson 4 الووتر تانك الووتر تانك طيب الووتر تانك ده شباب هو عبارة عن أحد الكائنات مصمم وجهز التصميم ولكن ينقصه أحد التعديلات إحنا محتاجين إن إحنا نعدل فيه في وضع الـ Edit Mode للوصول إلى خزان المياه طيب الجزء الأعلى محتاج إن أنا أعدل فيه وكبره علشان أقدر أوصل لتصميم الخزان طيب قلنا إن إحنا محتاجين إن إحنا نخرج من الـ Object Mode وندخل في الـ Edit Mode دي أول خطوة اللي هو إيه Edit Mode طيب وضع التعديل ده أنا أحتاج منه إيه أو إيه المطلوب مطلوب إن أنا أخد جزء من أعلى الشكل وأفصله يعني أقطعه يعني أفصله يكون جزء مستقل بذاته بحيث إن أنا أعدل عليه ويكون أساس الخزان من أسفل ثابت ما يتحرك طيب أخذنا هنا القاطع أو تقسيم وجه الكائن اللي هو القاطع طيب أمر القاطع ده هو Ctrl-R Ctrl-R طبعا لازم أتأكد إن اللغة عندي إنجليزية علشان يستقبل الأمر Ctrl-R ظهر للقاطع باللون البنفسيجي الموجود أمامكم طيب هل هو حاليا لما قطع الشكل قطعه من المكان المطلوب لا ده هو قطعه من المنتصف طيب أنا أعدل على المنتصف الأعلى لا ده أنا محتاج جزء بسيط يبقى أضغط بزر الفارة الأيسر زر الفارة الأيسر وأسحب إلى أعلى توصل للحجم المطلوب قطعه ونترك الفارة ثم نضغط مرة أخرى بزر الفارة الأيسر طيب الجزء العلوي ده كده أصبح مستقل عن الجزء السفلي أستطيع إن أنا أعدل فيه بدون أي مشاكل خالص طيب علشان أحدد الجزء العلوي اللي هو باللون الأزرق الوسط الجزء المقطوع وأستطيع إن أنا أعدل فيه لابد من تحديد أداة الوجه الوفيس يبقى ده اللي إحنا تطرقنا ليه من شوي الفيرتكس يحدد نقاط الإجس يحدد أضلاع أو حواف الفيس يحدد أوجه طيب أنا محتاج أحدد الوجه العلوي أضغط بزر الفارة اليسار لتحديد أداة الوجه وأوقف على اللون الأزرق وأضغط بزر الفارة اليمين مو اليسار يبقى أضغط بزر الفارة اليمين يبقى إذن كده حالياً ظهرت عندي النقاط باللون الأبيض ده معناه إن أنا حددت الوجه اللي أمامي طيب كده انتهيت من التحديد درسنا سابقاً التحديم اللي هو السكيلينج وقلنا إن أنا علشان أكبر وصغر الكائن أستطيع إن أنا أستخدم الكيبورد حرف الاس اللي هو السكيلينج أو من خلال الأمر سكيل الاثنين بالنسبة لنا صح طيب أضغط سكيل وأسحب الشكل إلى خارج النقطة الصفراء لو سحبت لداخل النقطة الصفراء تصغير لو سحبت للخارج تكبير تنتهي من الحجم المطلوب للتصميم ثم أضغط بزر الفارة اليسار طيب كده انتهينا من الأمر الأول المطلوب عندي طيب بالنسبة للوجه محتاج إن أنا أعمل انبثاق الانبثاق محتاجين يا شباب إن إحنا نشوفه عملي هيكون ظاهر أكثر أنا عندي حواف الخزان محتاج إن أنا أبني الجدار على كل الحواف فأنا محتاج إنبثاق من أصل الكائن على شان يكون بنفس التصميم وبنفس الألوان طيب الانبثاق ده أستطيع إن أنا أستخدم حرف الإي من الكيبورد اللي هو إكسترود إكسترود موجودة عندي هنا هي على اليسار برضو أستطيع إن أنا أستخدمها طبعا زي ما قلت لكم في أول حصة إن الأوامل الموجودة عندي لها اختصارات من الكيبورد بتكون أسهل وأبسط طيب الانبساق صار عندي الحين أستطيع إن أنا أاخد جزء من جدار الخزان وأسحب لأعلى والأسفل لحين ما أوصل لحجم المطلوب ثم الضغط بزر الفارة الأيسر طيب الجدار لو أنا عايز أتحكم فيه أصغره أو أكبره أخليه مضموم كده أو مفتوح شوية لسه أخدين حرف الأس اللي هو التكبير والتصغير لو أنا عايز أفتح الخزان كده في التصميم وأضغط بزر الفارة اليسار الحين أصبح عندي مجال إن أنا أكرر نفس الأوامل يبقى أس تكبير وإي إنبثاق أهو إي إنبثاق إس أضم شوية كده لحجم الخزان وأضغط بزر الفارة اليسار طيب محتاج أبني الجدار الداخلي لو أنا ضغطت إنبثاق إي وسحبت الأعلى لا أنا محتاج أسحب لأسفل علشان يبدأ يضيف التصميم في الحجم الإي الحجم الداخلي للجدار وأضغط بزر الفارة الإي اليسار طيب كده انتهيت من تصميم الشكل نروح بقى لعرض الـ Object Mode وهو الوضع اللي هو بيكون فيه الإي التصميم فاستطعنا إن إحنا نحول الشكل اللي موجود عندي إلى خزان المياه يبقى ده كده باستخدام القاطع Ctrl-R والإنبثاق إي أما لسكيلنج حرف الإس ده أحد الدروس السابقة وطبعا كما ذكرنا إنه الاختصارات والدروس السابقة هي موجودة معنا نشكركم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر